السلام عليكم أشهر أخباركم الطلاب إن شاء الله بخير اليوم عندنا موضوع مهم جدا وهو اللغارتم الطبيعي فشيني سالفت هذا اللغارتم الطبيعي فاليوم رح نتعرف عليه لأن هاي المواضيع راح تيجي بالامتحان الوزاري أكيد فاللغارتم مثل ما تعرفون أنتو مثل ما دارسينا بالصفة الخامس العلمي هو كان ينكتب في هالشكل هذا لغارتم مثلا اكس لغارتم اثنين لغارتم تلافع إلى آخره لمن اللغارتم يكون أساس إي هذا العدد اللي يسمونه عدد أويلر فهذا اللغارتم نسميه إحنا لغارتم طبيعي إذا اللغارتم أساس عشرة مثلا يسمونه لغارتم عشري لكن إحنا اليوم رح نحكي أعلى اللغارتم الطبيعي طبعا اللغارتم الطبيعي هو عنده علاقة بين شون يتحول إلى لن راح يصير عندنا لن الأكس أعلى لن الإي تمام؟ هاي بس الفكرة طبعا شنو الفكرة مالت اللغارتم الطبيعي ساعدنا خواص مهمة جدا 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 أنا كاتب جدا وحدة بس أنت لازم تكررها شي عشر مرات أول خاصية يقول لك إذا أنت عندك لن الحاصل ضرب فأنت ممكن تحولها لن حاصل جمع بهالشكل هذا طبعا والعكس صحيح أنت ممكن عندك لن جمع حاصل جمع تحولها إلى لن حاصل ضرب طيب إذا عندك لن حاصل قسمة فأني أحولها إلى لن حاصل طرح طبعا هاي الخاصية يهجي والعكس الصحيح أنا مثلا عندي لن حاصل طرح ممكن أحولها إلى لن خارج قسمة يعني خارج القسمة صائرة إذا عندك لن أكس أس أين فهاي الأين مثل ما تعرفون تنزل هنا فتصير أين لن الأكس طبعا والعكس صحيح أنا ممكن يصادفني عدد قبل اللن ممكن أصعده وأرجع أس طيب لن الواحد صفر اللن الإي يساوي واحد وإذا عندنا إي مرفوعة للأس لن وشوي ركز لن مو ثنيا لن فهنا من حقك تختصر الإي وياللن لأن وحدة تعتبر مقلوب الثانية والنتيجة هي أكس طبعا هاي الخاص صحي المهمة وراح تشوفون آثارها بعد شوي طيب اليوم طبعا محاضرتنا صحيح بالفصل الرابع والفصل الرابع مثل ما تعرفون هو تكامل بس حقيقة احنا راح نبدي اليوم باشتقاق وليس تكامل دوال جدد عندنا طبعا اليوم راح نبدي باشتقاق دوال جدد اللي هنا دوال اللن والإي والأي طبعا هسا وضح لكم يعني شنو ذول الدوال فاليوم محاضرتنا متكامل إنما هي اشتقاق دوال جدد عليكم لازم تتعرف عليهم وتعرف شون تشتقن عندك القاعدة الأولى هنا ثلاث قواعد عندنا القاعدة الأولى يبين لك إذا كانت الدالة مالتنا هي لن اكس فمشتقتها راح تكون يعني الواي فتحة مالتها راح تكون واحد على اكس طبعا القاعدة عامة أنا كتبتها اكس لكن هي قيمة اللن ممكن تتغير لكن بكل الأحوال احنا راح نقول واحد على هاي القيمة اللي هي حاليا اكس في مشتقة المقام في مشتقة منه المقام هذه هي القاعدة الأولى يقول لك إذا عندك لن تشتقن في الشكل هذا حتى يتضح أكثر انتبهوا ياي للمثلة باوع هنا عندك دالة ويساوي لن ثلاثة اكس تربيع زاد أربعة يقول لي هاي لن القاعدة الأولى زين شن المشتقة مالتها واحد على ثلاثة اكس تربيع زاد أربعة في مشتقة المقام ستة اكس فقط طيب يعني الواي فتحة راح تصير عندنا ستة اكس تنظر بالبسط وبالمقام حيصير عندنا ثلاثة اكس تربيع زاد أربعة هي هاي المشتقة مالتتدال طيب عندنا مثال ثاني ايضا عندك لن ثلاثة اكس فهنا شون تشتغل راح تسويها واحد على ثلاثة اكس في مشتقة المقام اللي هي ثلاثة طبعا هاي المقام الجديد الثلاثة ويه الثلاثة هتروح يبقى عندنا المشتقة مالتنا واحد على اكس بهالشكل البسيط زين عندنا هنا لن اكس على اثنين واحد قال والله اريد استخدم الخاصية قبل لا اشتق قلت لاش تقصد قال مثلا يعني هاي لن حاصل قسمة مو استاد قلت لها اي بلي صحيح لن حاصل قسمة قال استاد ممكن تحول لياهن قلت لها شون قال لن اكس ناقص لن الاثنين قلت لها وبعد قال هسا اريد اشتق استاد ابد اشتق لا تتوسل واي فتحة يساوي لن الاكس حتصير واحد على اكس في مشتقة المقام اللي هو واحد لن الاثنين مشتقتها صفر لان هاي عبارة عن ثابت طيب يعني المشتقة مالتنا هي عبارة عن واحد على اكس طبعا شكله كاني خوف بس استخدمت الخاصية وبصت شوية اللي اشتق بهالوضع ايها راح بصراحة شوية يعاني زين مثال اخر هاي اشي المهم عدنا واي يساوي لن اكس تربيع طبعا هنا ممكن تقول واحد على اكس تربيع في مشتقة المقام المقام هو اثنين اكس تمام تختصر الاكس هاي وهي التربيع فحيبقان اثنين على يمن على اكس او يعني طريقة اخرى واحد يقول لا لا انا اريد استخدم الخاصية لشون تستخدم الخاصية قال هاي الاثنين انزلها حسب الخاصية اللي قبل شوية ذكرناها حيصير لن اثنين لن اكس وقال لو بعدين قال بعدين هذا ثابت ينزل ثابت في دال لن اشتق الدال بغض النظر عن الثابت لن اكس مشتقت ها واحد على اكس في مشتقة المقام واحد يعني بالتالي هم راح تصير اثنين على اكس فانت عاد احيانا تريد تستخدم الخاصية قبل لا تشتق من حقك بصراحة او تريد تشتق بدون ما تستخدم الخاصية هم من حقك لكن الخواص تبسط لك عملية الاشتقاق لا اكثر ولا اقل طيب لدينا مثال اخر ويساوي لن اكس الكل تربيع تقول لي انزلها حسب الخاصية لا هيدان مرفوعة الاس فانزل الاثنين عادي اطرح من الاس واحد عادي يبقى لنا داخل القوس مثل ما هو بعدين عندنا في مشتقة داخل القوس داخل القوس عندي لن الاكس مشتقة لن الاكس هي واحد على اكس في مشتقة المقام طيب هنا ممكن تبسط الاثنين تنضرب بالواحد يصير اثنين على اكس وهاي تبقى لن الاكس مثال اخر واي فتحة يساوي لن اثنين ناقص كوس راح يصير واحد على اثنين ناقص كوس الاكس في مشتقة المقام المقام عندنا الاثنين مشتقة صفر والكوس مشتقة سالب سالب واني عندي سالب يعني راح يصير موجب ساين الاكس يعني ويفتحة راح يصير ساين ينظر بالبسط هيصير ساين الاكس على اثنين ناقص كوس طيب مثال اخر ايهاي حسب الخاصية ممكن انزل الاثنين باوع هنا مو القوس كامل مرفوعة الى اثنين فهنا ممكن استخدم الخاصية بالبداية انزل الاثنين يبقى لن تان الاكس هسه لما دالة نشتق فقط الدالة بغض النظر عن الثابت هنا لن تان حيصير واحد على تان الاكس في مشتقة المقام سيكن تربيع الاكس طيب الاثنين تنظروا بالبسط هي والسيكن تربيع وبالمقام عدنا تان الاكس وانت هنا طيب عدنا مثال ثاني هنا حاصل ضرب دالة هنا انتبهوا هنا لازم تفرق يعني اللن ممكن يدخلك ويا بقية القواعد اللي عندك يعني ممكن تلقى اللن تحت الجذر فتستخدم قاعدة الدالة الجذرية ممكن تلقى عبارة عن زاوية فتشتق اعتياد ولما توصل اللن تشتق بهس حاليا هنا دالة يعني وحدة من عده اللن والثانية مولن طيب شون تشتقن راح تقول باللغة مطبيعي لأن اللن اللن ما يستقبل القيم سالبة فنحن نخلي مطلق X تمام تقول زيني دا هاي الـ X أصلا قيمة موجبة ذاك الوقت ما كو داع تخلي المطلق لكن أنا أخلي لمن معروف هاي القيمة شقد فيعني لا تعير لأهمية إذن الأولى نزلت مشتقة الثانية واحد على X في مشتقة المقام واحد زائد الثانية نزلت اللي هي لن X في مشتقة الأولى اللي هي عبارة عن 2X وبسط هذا اختصر ويا هذا يبقى أن X من الـ 2X تتقدم على اللن فتصير 2X لن X بهالشكل البسيط هذا طيب أتمنى يكون واضح القاعدة مال تل ساعدنا القاعدة رقم 2 اللي هي قاعدة E قاعدة E إذا عدنا الدالة Y يساوي E X فهنا المشتقة مالتها راح تكون نفسها تنزل في مشتقة الأس قواعد سهلة بس هنا مخلين هن إذن القاعدة هذه يقول إذا عدنا الدالة E X فنفسها راح تنزل بس تشتق الأس بصفها حيل سهلة حيل بسيطة طيب عدنا المثال الأول Y يساوي E X تربيع Y فتحة يساوي نفسها E X تربيع بس في مشتقة الأس التي هي 2 X تمام هذه مشتقة الأس طبعا تريد تقدمها تقدر تقدمها تصير عدنا 2 X E X تربيع طيب عدنا Y يساوي E X X زين شون تشتقها Y فتحة يساوي نفسها E X X في مشتقة الأس اللي هو التان مشتقة سيكن تربيع X ممكن تقدمها تصير سيكن تربيع X E X طيب عدنا المثال الآخر ويساوي E X سالب 5 X ز 3 X ز 5 ويفتح يساوي نفسها E X سالب 5 X 3 X 5 في مشتقة الأس سيكون سالب 10 X ز 3 تمام ممكن تقدم هذه أيضا هنا أعدكم دواء الاثنين واحدة من عد X وحدة X تربيع زين شون تشتقها الأولى تنزل X تربيع في مشتقة الثانية ستنزل نفسها في مشتقة الأس X شون نشتقها نزل نفسها واشتق الأس ز الثانية تنزل EOS X في مشتقة الأولى 2 X طيب ممكن أبسط X تربيع EOS X تنزل أقدم ذولي 2 X EOS X بهالشكل البسيط هذا طيب عدنا أمثلة أخرى صار نعدكم قواعد 2 اللي هي قاعدة اللي وقاعدة اللين زين هناش شون نشتق هاي الدوال تقول لك ذولي مو دوال 2 واحدة من نعدهم EOS X تربيع واحدة من نعدهم لن X نعم نعم طبعا نسحقنا بس ما راح عدله هذا بالمونتاج ف EOS X تربيع راح نزلها لأن هذولي دوال 2 في حال الضرب وانتو مر عليكم من الفصل الثالث شون نشتقي الدوال للاثنين فالأولى نزلت اللي هي EOS X تربيع الثانية اللي هي اللين في مشتقة الأولى تنزلها نفسها في مشتقة الأوس تمام هسه ممكن أبسط هنا ل2 و2 تروح يبقى واحد على X EOS X تربيع ذولي ممكن أقدمهم وراح يصير 2X EOS X تربيع لن 2X هالشكل البسيط هذا طيب مثال آخر نعدنا كوساين يا بل كوساين شين السال فنعرف نشتقها أوكي شتقها الكوساين شيني مشتقتها سالب ساين طبعا الزاوية مالتها راح تنزل مثل ما هي بعدين في مشتقة الزاوية طبعا هنا زاوية عاد هي هاي الدالة جديدة اللي هي EOS X فشون تشتقونه تقول لي أول شي نزلها EOS باي X في مشتقة الأوس بس باي تمام لأن باي X شون 2X عندك مثلا تشتقها بس باي تقدم ذول اللي هما باي EOS باي X طبعا سالب عندنا هنا ناعدنا ساين EOS باي X المناسبة أعزائي بالمراجعة السريعة يمكن منطي أمثلة مختلفة فممكن تراجع هاي خلوا نقول الفيديو نفسه بالمراجعة السريعة تلقى يمكن 10 دقائق أو 11 دقيقة وأمثلة يعني كومة بس هناك شين أشرح سريع سواحد يقول يا معوض أنت هنا على أساس بطي تشرح وهنا هم سريع لا مو هناك صدق لتشرح سريع فممكن تستعين وتروح تزود الأمثلة وتروح تشوف الفيديو بالمراجعة السريعة للتكامل حتى شنو الضبط فأي موضوع تحس أنت قرأتها ممكن هناك تراجع بشي من السرعة وهم يمكن تشوف طريقة ثانية لتشرح مادري أنا شون شرحت هناك المهم هنا أعدكم دالة كسرية تقول هاي لا تقول نشتاق دالة كسرية عيني قواعدنا الاعتيادية أصلا نستخدم بس مثل ما اتفق لدينا دوال جدد اللي هم ال ال ممكن نلقاهم كسر وممكن نلقاهم اعتيادي لازم تنتبه دالة كسرية راح تشتاق المقام طبعا راح ينزل هاي نزلته في مشتقة البسط اس x في 1 زائد اس سالب x في سالب 1 هاي نزلت المقام واشتقيت البسط طبعا لما اشتقيت البسط اشتقيت اس x شون اشتقها حسب القاعدة والتها تنزل نفسها اشتق الوس تنزل البسط في مشتقة المقام طبعا المقام شون تشتق نفس القضية تنزل نفسها في مشتقة الوس وتنزل نفسها في مشتقة الوس على المقام تربيع اس سالب x الكل تربيع طبعا هنا عزائي ممكن نبسط شوية يعني هاي راح تنزل اس x ناقص اس سالب x هنا راح يصير عدنا اس x ناقص اس السالب x لان هاي السالب واحد مضرب بها طيب هنا نفس القضية اس x زائد اس سالب x وايضا هنا اس x سالب واحد فيها السالب يصير موجب اس x على المقام تربيع تمام ممكن نبسط اكثر نفتح الى قواس يعني اس x في اس x اس 2 x لان عند الضرب تجمع الاسس اس x في سالب اس سالب e 0 لان x وسالب x تروح سالب اس x في اس x سالب e 0 سالب موجب اس سالب x سالب 2 x هنا نفس القضية اس x اس x 2 x اس x في هذا سالب e 0 هنا ايضا سالب e وهنا سيصير e اس 2 x على المقام تربيع حقيقة هنا ما بقى عدنا مجال شون راح مبسط هنا عندك مثلا هاي اس 2 x ناقص اس 2 x ستروح زين عدنا مثلا اس 2 x ناقص اس 2 x ستروح طيب هذول يبقى سالب واحد وهذا هم سالب واحد لان اي شي مرفوع للوصفر هو واحد فعدنا سالب واحد بسالب واحد نام عدنا واحد اثنين يعني هاي السالب تدخل علي سالب اثنين يعني اختصرت هنا بالبسط راح يصير سالب 4 اس اس ناقص اس سالب اكس الكل تربيع تمنى يكون واضح وعدنا فتشي اخير عدنا القاعدة رقم 3 وينتهي عدنا الموضوع مثل ما اتفقنا تقدر تراجع لهذا الموضوع بالمراجعة السريعة حتى تشوف امثلة جديدة ويعني هاي الامثلة اللي حليت اليوم كلها امثلة وثمارين الكتاب وبصراحة وضفة يمكن امثلة من عندهم 1 اثنين طيب عدنا القاعدة رقم 3 اذا عدنا اي اس اكس يعني الاي هذا منه عدد ينتم الار اذا عدد اس متغير عدد اس متغير طيب هذا العدد اس متغير شون نشتق فالمشتق مالت سهل بشرط هذا العدد لازم ينتم الار الموجب يعني الواي فتح شراح يصير عدنا يصير عدنا اي اس اكس نفسها بعدين في مشتقة الاس تمام بعدين في لن العدد قاعدة سهلة واصلا ما تختلف من قاعدة الاي لكن هنا عدنا اضافة في لن الاي هناك ما عدنا في لن الاي ليش لان لن الاي قيمتها واحد فما ضفناها طيب عدنا هنا ثلاثة اس اثنين اكس ناقص خمسة عدد اس متغير شون تشتقة نزلة نفسه حلو في مشتقة الاس ثلاثة في لن العدد اللي اشتقيت منه هذا ها تم الاشتقاق بنجاح عدد اثنين السالب اكس تربيع شون تشتقة نزلة نفسه تمام في مشتقة الاس سالب اثنين اكس في لن العدد لن اكس فواي فتحة يساوي نفسه ينزل خمسة اثنين اكس في مشتقة الاس كوساين الاكس بعدين في لن العدد اللي موجود لن الخمسة هالشكل هذا طيب هنا عدد اس متغير شون تشتقة وي فتحة يساوي تسعة جذر اكس تنزل هنا عددنا الاس مشتقت شني هذا الاس مو جذر اكس اشون تشتق جذر اكس نشتق حسب القاعدة واحد على اثنين في نفس الجذر تذكرونها مشتقة داخل الجذر على اثنين في نفس الجذر اهم شي بصراحة انه انت متابع ويايا حتى يعني لما انا بلك تذكر تعرف انه احنا شارحين ها في لن العدد اللي هو لن التسعة طيب عندنا سؤال اخر ايضا عدد اس متغير شون تشتق نفس ينزل سالب اكس على اربعة في مشتقة الاس تقول لي هذا الاس دالة كسرية لا هاي دالة كسرية مقامها ثابت يعني نشتق فقط البسط سالب رفع ايضا ما اخذينها بالاشتقاق في لن السبعة في لن السبعة وكت قلنا الدالة الكسرية اذا كان بسط متغير ومقامها ثابت فنشتق فقط البسط بهالشكل هذا انتهى عندنا هذا الموضوع خليتلكم واجبات شوية ممكن بهين دسومة ما ادري فاركز شوية عليهم وحاولوا تحلون طبعا خليضي لكم هنا مثال تحت الجذر اكس زاد واحد على اكس ناقص واحد تمام هاي امثير كلها طلبت من عدكم واي فتحة فمطلوب من عدكم تشتقونها كلش مهمات ركزولي على هذا الموضوع حيال لان بدون ما تقدر تفهم ذاك الموضوع اذا حسيت انه الفيديو بفايدة فشاركوا ويا اصدقائك حتى يستفادون السلام عليكم ورحمة الله